قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن الصندوق السعودي للتنمية سيستثمر مليار دولار في أفريقيا هذا العام مؤكداً أن الصندوق يواصل البحث عن فرص استثمارية لمساعدة التنمية في القارة وفي كلمة أمام قمة مواجهة تحدي نقص تموي الأفريقيا التي عقدت في باريس قال إن هذه القمة تنطلق لتؤكد الاهتمام البالغ لمستقبل القارة الأفريقية ودولها وشعوبها لا سيما في ظل جائحة فيروس كورونا والتي لا تعرف حدوداً ومست جميع مناحي الحياة اليومية والإنسان في مختلف أرجاء العالم مؤثرت بشكل كبير في مجال الصحة والاقتصاد أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن أمله بأن يرى الإيرانيون أن من مصلحتهم العمل مع جيرانهم بطريقة إيجابية تؤدي إلى الأمن والاستقرار والازدهار وقال بن فرحان الموجود في باريس للمشاركة في قمتين دوليتين بدأنا مناقشات استكشافية مع إيران إنها في بدايتها وأضاف نأمل أن يرى الإيرانيون أن من مصلحتهم العمل مع جيرانهم بطريقة إيجابية تؤدي إلى الأمن والاستقرار والازدهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر